إذا كان والد الزوج يعيش مع ابنه وزوجته وأحفاده وكانت الزوجة تعاني من مشاكل الصحية ومشاكلها تزيد بسبب وجود والد الزوج لأنه يحتاج إلى رعاية خاصة والزول لا يستطيع استقدام خادمة فبما تنصح نقرر أصل القاعدة ثم ننظر في آهل السستان الأصل أن المحافظة على الخصوصية في بيت الزوجية حق للرجل وحق للمرأة فليس للريل أن يسكن في بيته مع زوجته أحدا إلا بإذنها بعلمها وإذنها وليس لها أن تسكن معها أحدا إلا بإذن زوجها وعلمه افضل عندها أولاد من زوج سابق أو لها أخ خطوين أن تسكنهم معها أو أن تأتي بأبيها أو بأمها لابد أن يكون هذا عن رضا وتشاور بين الزوجين والنساء شقائق الرجال أي مثيناتهن في الأحكام فهو طريق دو اتجاهين يعمل على هذا الاتجاه ويعمل على اتجاه المقابل فلابد أن يكون هذا عن رضا وتشاور بين الزوجين لكن إذا كنا أمام حالة ضرورة الوالدان أو الوالد في حاجة إلى الإقامة مع ولده والإبن لا يستطيع توفير مسكا خاص لأبيه يكون مجاورا له ولا خادمة تخدمه والله إن أطقت أن تصبر على هذا وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فقد أحسنتي وقد يكون هذا أثقل عمل في ميزانك تقابلين به الله عز وجل وإن عجزتي فباب الخروج مفتوح الذي شرع الزواج يعني شرع الطلاق أنا لا أطيق وأنت لا تطيق إذن نفترق فأنت قارني بينما فاسد الطلاق أو الصبر على شيء من المعاناة بإقامة والد الزوج لو كانت تدى الزوج مقدرة على استجار المسكى المستقر وتوفير خادم أو يخدم والده فلا منقش في أن هذا هو الأمثل هو الطريق المتعين الصحيح لكن إذا كان لا يملك والولد مريد في حاجة إلى من يحمله وأنت لا تطيقين أن تحملي والد زوجيت ولا أن شكي معه طيب يعني ماذا نفعل إما أن تصبر عدى هذا وإما أن تطيق الخروج بالكلية من هذه الحياة وعقلاء الناس يقابلون بين خير الخيرين وشر الشرين والحياة لن تكون دائما على النحو الذي تريده في كل أحوالها جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار وإذا بنيئه وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار اللهم أهدنا في من هدين ترجمة نانسي قنقر